موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي بحضوري سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة نظما أدي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الافتتاحي لموسم سباق الخيل الجديد والذي يقيم على كؤوس المغفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة وذلك على مضمار السباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير والذي اجتمل على سبعة أشواط وقام سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وكأس الشوط الثاني إلى الملك جعفر كاظم درويش فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر ثم قدم سمو كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وقام سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة بينما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة أما كأس الشوط السابع فقد توجى سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة صاحب المركز الأول الملك سيد هاشم حبيب محسن ترجمة نانسي قنقر